مرحبا وأهلا وسالا فيكن اليوم بنحكي قصة عن حرف القعف في يوم من الأيام قام قاسم ابن قادر قوكيي وقال لأمه انه هو جاي عباله يقرقش قمح سمعه أبو قادر وقال له انه قرقة الجيران وسيصانة أكلت كل القمحات يلي بالحديقة وما بقى فيه ولا قمحة زع القاسم كتير وقال لبيو ليقطع مسافي ليقول لقرياكو الشرطة القرية عن قرقة الجيران بس ققاية ما قبلت وقالت انه قاسم كان قاسم كتير بحكمه على القرقة وما لازم يقرر بسرعة قبل ما يتحقق من اللي انقال انقهر قاسم من قول أمه وقرر انه هو ينتقم من القرقة تاني يوم لك قاسم القرقة بالحديقة قرر انه وقف عن حده فقام نقفه بالنكايفي على منقوده حربت القرقة على القند لعند صحابة قرياكوس بس قرياكوس عنده قرقورين الليه نقرون قواية يلي هجموا على قاسم وطرقوه نطحة ما بتفهم ترجمة نانسي قنقر